من جديد عادت حرب الاتهامات بين المركز والإقليم إلى الواجهة فالاتفاق الذي عقده رؤساء الحكومتين في بغداد لم يستمر طويلاً بعد اصطدامه بقضية تحويل الأموال التي تناسبت عكسياً وأعداد موظفي كردستان العراق على ما يبدو أن الأزمة بين بغداد وأربيل لا تزال مستمرة رغم التصريحات الحميمة التي يدلي بها المسؤولون وحديثهم عن حل المشكلات الممتدة منذ نحو عقدين من الزمن فعلى الرغم من اللقاءات بين رؤساء حكومتين المركز والإقليم والإعلان عن اتفاق يضمن حقوق الجميع جاء قانون الموازنة ليهدم أركان الاتفاق بشكل تدريجي أزمة المركز والإقليم تفاعلت في الأيام القلائل الماضية بعد إرسال الحكومة للأموال التي لم تجدها كردستان كافية مما أدى لعدم دفع جميع رواتب الموظفين مما دفع الإقليم لإبداء استغرابه عن امتناع المركز من إرسال مخصصات الموازنة لكردستان لا سيما مع تنفيذ الإقليم كامل شروط ومطالب الحكومة الاتحادية وفق قوله واختلفت المواقف المتصاعدة والمتشنجة بين الطرفين اطلبت حكومة الإقليم العراق وفق تعبير رئيسها بإرسال حصة كردستان من الموازنة وتدخل المجتمع الدولي للحصول على ما سمته بحقوقها المشروعة وتسليم رواتب موظفيها المتأخرة منذ شهرين يأتي هذا بعد إعلان وزارة المالية الاتحادية توقيع اتفاقية مع مالية الإقليم لسداد رواتب موظفيها أزمة كاركوك صاعدت الخلافات بين الطرفين المتصارعين على قانون الموازنة الذي لم يتوصلا إلى اتفاق حقيقي بشأن صرف أمواله ليصاعد الإقليم حدة التصريحات وأبات الهجوم حكوميا إلى جانب الاتهامات السياسية وبين تصريح هنا وآخر هناك تزداد المخاوف من تصاعد الأزمة نحو اللاعودة بين الحكومتين اشتركوا في القناة